حقق فريق الشرطة فوزا على امانة بغداد بهدفين دونارات في اطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل للدور الممتاز نتابع التفاصيل في هذا التقرير اذا لدوري الكرة الممتاز لموسمه المقبل استضاف اسود العاصمة على ملعبه وديا القيثارة الخضراء وبانطلاق صفارة الحكم بدأ اللقاء بين الفريقين حيث كانت مجريات الشوط الاول سيطرة كروية للشرطة من خلال الهجمات المتتالية واللعب في منطقة الخصم ما دفع امانة بغداد الى تحسين ادائهم وشن هجمات ملحوظة والحال لم يتغير لينتهي الجزء الاول مثل ما بدأ الاداء كان طيب بالنسبة لفريقنا احنا نقاط فني احنا طالبهم اللاعبين تعرف فتوة التحضير وابدا ما يكون الفريق متكامل يعني احنا لحد الان بداية مرحلة اللي يسموها مرحلة تحضير المباريات وهي اول مباراة تنلعبها يعني بغداد وعلى ملعبنا فريق الشوطة فريق كبير لكن هذا ما يمنع ايضا اللاعبين كانوا على مستوى عالي من التنظيم اكو بعض الاخطاء تعرف احنا عدنا قسم من اللاعبين واحد اثنين اصابات وقسم من اللاعبين الحد لان ما تحقوا الفريق اللاعبين المحترفين هاي ثاني مباراة تلعبها يتعرف على التشكيلة على اللاعبين اللي موجودين اكيد الاستفادة يعني فنية للمدرب وحتى النادي بغداد يعني الاستفادة راح تكون لهم بفائدة كبيرة احنا مو الغرض الفوز والنتيجة يعني تعرف النتيجة يعني طبيعية تقول بس تطبيق الواجبات المدرب يعني عدنا مباراة يعني مع الزوراء بطلة السوبر راح تكون يعني المدرب تكون رؤية الى واضحة على عبدالزهرة مارس هوايته بتحريك الشباك عندما سجل التقدم لاصحاب الرداء الاحمر في مطلع بداية الفصل الثاني اسود العاصمة كشروا عن انيابهم بتزديدة كادت ان تعانق الشباك لو لا يقضت حارس مرمى الشرطة رد الضيوف لم يتأخر تزديدة ارتطمت بالقائم واخذت طريقها الى خارج المستطيل الاخضر وعاد امجد وليد ليعزز الفوز بهدف ثاني استقر في شباك ابناء العاصمة لانتهى اللقاء بثنائية نظيفة للقيثارة الخضراء انور صباح العراقية الرياضية بغداد ترجمة نانسي قنقر